لدينا مشروع عملة ميم جديد هذا pre-sale لعملة اسمها shiba shootouts طبعا pre-sale لعملات الميم لها طريقتها الخاصة هو يشترون لانه متعلمين شون يتعاملون إياهم فشون قصة هذا المشروع شون فكرتهم خير نسولك بهذا الموضوع اولا عملات الميم اللي تنزل pre-sale تجمع فلوس لعدة الأسباب لانه انت تشتري العملة وتنتظر يدرجوها بسعر أعلى الكثير من الناس يشترون يتيحون لك الفرصة من ان تشتري العملات بتخفيضات قبل الإدراج وكل ما تشتري بالبداية كل ما تنزل بالمنصة بسعر أعلى من الاشتراته وهذا مشروع عادت بالبداية كلش جامع 250 ألف دولار عادت ان توصل ملايين بعد عدة مراحل يصعد بها سر العملة كل مرحلة الفكرة هي كلب شيبا بس كاوبوي في الغرب الأمريكي فكرة جديدة قديمة القديم بها انه هو كلب شيبا إينو كلنا نعرف هواي عملات مثل عملات ميم مثل دوش كوين مثل شيبا وغيرها تستعمل هذا حتى فلوكي لانه تستعمل هذا الاسم شيبا وهذا الكلب مثل ماركة تجارية براند الكل تعرفة ومجتمعات تحبه الفكرة الجديدة انه لبسهم ملابس كاوبوي اللي يدون يبنون الفكرة حول هذا الشي طبعا مثلك انها عملة مثلها مثل غيرها من تنزل بالإدراج عادة بسعر عالي وبعدين لو تنزل لو تسعاد لو تبقى مفتل معي بس تشعلك اذا تتوقع نفسك صح بالبداية وتبيع جزء او تبيع رأس مالك ترجع رأس مالك اذا قررت تشتريها لازم تعرف شوكت فهذا لازم تتابع موقع مالاتهم لانه يعلنون شوكت يدرجون العملة او شوكت تسوي كليم عليها وتاخذها لانه تبقى هي من تشتري تبقى عندهم الى ان تسحبها لمحفظتك لما يتيحوا اليك مثل المخترحة اولا لا تضطي رابط الناس تعرفهم اذا اشتروا وتاخذ نسبة من عندها ويقومون campfire مثل camping وتكتب قصص معينة والفائز يأخذ جاهز عليها عندهم راح يكون نظام تصويت على الاقتراحات وايضا ينصيب يقومون جوائز على بطاقات ينصيب تشتريها وعدهم Staken مالتهم لسبة عالية جدا لانهما ببداية التوكيناميكس 35% 20% 10% 10% 10% 20% limited Trotting من فن شخصيات متعدد van characters مثل Marshall Sheba Sheba sharp shooter شخصيات هاي موجودة عندها بوقت تسجيل الفيديو الاستيكين يطيك اكثر من 5700 بالمئة بالسنة هذا كلما الناس يشترون يشترون الاستيكين تنزل للنسبة لانه قدهم عدد محدود بالعملات بخصص الاستيكين فانا بصراحة رأساً لما اشتريتها سويت لاستيكين لان 5700 تحسبها يعني على 100 دولار يعني 5700 دولار بالسنة بس لانه هذا شوية هواها ومنعرفش قدر قيمة التوكين تكون بعد سنة كل شي ممكن يصير اشتريت بمية دولار وشوية بالبداية يعني فوقلت يعني خليني شوف شو رح يصير بالبريسال اذا بعدين اشتري اكثر او لاو طبعا هاي ال 5700 دولار بالسنة مو كاش هاي اذا بقت قيمة العملة مثل ما هي بعد سنة فتريت تشوف يومية جيد القسم ال 5700 على 365 بعد ما اصل انها المرحلة طبعا الشراء سهل تدوس زر الشراء تربط محفظتك انا اختارات متى ماسك تختار اي محفظة تريدها وتوافق على الشراء وبعدين يطلع لك بالمنصة بالمحفظاتك ايضا توافق يطلع لك بعدين نشقد عندك شتريت بعدين هاي رحت القسم الستيكن يقول لك سوي كلايم وستيكن سويت هذا وشوف نشقد من عملاتي اقدر اسوي لها استيكن سويت لها استيكن يقول لك ما تقدر تصحبها الا بعد سبع تيام من الادراج فخلوا هاي ببالكم مو عبالكم اول ما يصير الادراج تقدر تصحبها لمنصة استيكن بعدين تقدر تشتري بالبين بي والاثر بس الاستيكن فقط متاح للاثر خلاص ما نكشي بعد بصراحة هو مثل عملات المشاريع الجديدة اللي تنزل بالبداية تصعد بعدين تنزل لو ترجع تصعد بها مجازفة لربح كبير يعني هاي ريسك هاي ريوورد او تبقى مثل ما هي فكونوا حاضرين ولذبون فلوس هواها اذا خسرتوها يعني شوفوا اذا استيكن مثل ما هو ما يحتاج تذبيع عشرات الالاف تقدر تقول في اسوأ الاحوال ممكن تنزل بس احتمال عاوضها لانهم سوي استيكن طبعا ها حساباتكم كزمون حاسبه وتحسبوها وتقررون موقعهم والسوشل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر